السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم إن شاء الله في هذا الفيديو سأشارك معكم وصفة من أروع ما يكون باستخدام بيضة واحدة إن شاء الله لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ من الاستعمال الأول وعلاج جميع مشاكل الشعر بالإضافة إلى أنها سوف تعمل حتى على تنعيم الشعر لكل من تعاني من شعر متجاعد شعر جاف أنصحكم باستخدام هذه الوصفة وبالتحديد أننا سوف نستخدم مكون واحد ألا وهي بيضة واحدة إذن بداية حبيبتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس وأيضا لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إذن سنمر الآن للتعرف على هذه الوصفة الرائعة إذن كأول خطوة سنحتاج للصفار سنحتاج في هذه الوصفة إلى صفار البيض سأقوم الآن بفصل الصفار عن البيض كما ترون هنا لدينا صفار البيض بالنسبة حبيبتي لصفار البيض فهو يساعد على جعل الشعر أكثر حيويا وأكثر لمعانا وكذلك يزيد من كتافة الشعر ومنحه يعني يعمل على إعطائه سماكة بوقت قصير جدا هكذا نحاول أن نقوم بالخلط جيدا صفار البيض حبيبتي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت يزيد أيضا من معدل نمو الشعر وكتافته لاحتوائه على فيتامين بي 12 والأهم من هذا أنه يمنع التساقط لاحتوائه كذلك على البروتين بالنسبة لمن يستعمل الشامبو الذي يحتوي على صفار البيض سوف تلاحظون أن تساقط الشعر سوف يتوقف وضعنا هنا صفار بيضة واحدة سأضيف مكون آخر مكون أيضا رائع ألا وهو النسكافي أو القهوة سريعة الدوبان نسكافي يساعد في تطويل الشعر الكافين مفيد جدا جدا لصحة الشعر سأحتاج تقريبا هنا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة تكون ممتلئة من القهوة سريعة الدوبان ضروري هنا يعني أن تستخدم القهوة سريعة الدوبان سأحاول أنا هنا أن أقوم بخلط العناصر جيدا حتى تندمج المكونات حتى أيضا لمن تعاني من الشعر الأبيض أو الشيب في الشعر فهذه الوصفة ستعمل على تغطية الشعر الأبيض ومنح لمع لشعركم وصفة إن شاء الله خطيرة وممتازة ستجربوها ستلاحظون نتائج رائعة بعد أن قمت هنا بالخلط فقد هنا ضروري حبيباتي أن تستمروا هكذا بالضغط حتى تقومون بخلط تلك الحبوب حبيبات القهوة سريعة الدوبان وتندمج بشكل جيد مع الصفار أنا كآخر مكون سأضيفه ولكن هو اختياري يعني إذا كان متوفر يمكنكم عمله سواء زيت الخروع أو زيت الزيتون أنا سأضيف هنا تقريبا مقدار ملعقة كبيرة هكذا من زيت الزيتون يفضل أن يكون زيت زيتون خالي من الأملح يعني زيت زيتون بكر وتستمرون هكذا صفار البيض حبيباتي مع زيت الزيتون وكذلك القهوة سريعة الدوبان من أروع ما يكون في منح لمعة للشعر وكذلك تكتيف الشعر وتطويله لاحظوا ضروري أن تقوموا بالخلط حتى يصبح شكل الوصفة على هذا القوام يعني تصبح لنا الوصفة جاهزة هكذا بعد ذلك بالنسبة إلى طريقة الاستخدام أو طريقة التطبيق فهلة جدا تقومون بغسل الشعر جيدا يعني بالنسبة لهذه الوصفة توضع على فروة الرأس نظيفة قوموا بغسل شعركم وإزالة أي زيوت تكون في المسامات ثم بعد ذلك تأخذون من هذه الوصفة وتوزعونها على كامل الجذور من الجذور حتى الأطراف يمكنكم تطبيقها فقط على الجذور إذا كنتم تعانون من صلاة أو فراغات أو تودون علاج تساقط الشعر تقومون بتطبيقها على كامل الفروة ثم تبدأون بعمل هذه الحركات بأطراف الأصابع تقومون بعمل حركات هكذا للفروة لفروة الرأس حتى تساعدون أن تصل هذه الوصفة إلى أعماق البصيلات وتتغلغل كذلك حتى نتحصل على نتائج رائعة فقط ضعوها على فروة تكون نظيفة خالية من أي زيوت أو كريمات أو حتى خالية من القشرة بعد أن تقوموا بتطبيقها أنا هنا قمت بوضع كمية قليلة يمكنكم أنتم إذا كان الشعر طويل أن تقوموا بعمل كمية كبيرة حتى تقومون بتغطية الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف لأن هذه الوصفة ستعمل على تغطية الشيب تعالج أو تزيل كذلك الشعر الأبيض وتعمل على تكتيف الشعر وتطويله يعني في وقت وجيز جدا جدا وصفة ممتازة يمكنكم استخدامها كما أنها آمنة مئة بالمئة بعدما تقومون بتغطية الشعر بالكامل تأخذون بوني أو غطاء بلاستيكي ثم قوموا بلف الشعر يعني بغطاء بلاستيكي سواء غطاء أو بوني أو بلاستيك غدائي بعد ذلك تأخذون فوطة قوموا بتبهيلها بماء ضروري أن يكون حبيباتي ماء ساخن بعدها تضعون الفوطة فوق البوني لتسخين الفروة لأن حتى نساعد على إعطاء نتائج في وقت سريع جدا ونتائج فعالة ضروري حبيباتي أن تقوموا بهذه الخطوات تسخين الفروة بفوطة مبللة بماء ساخن ستساعد في إعطاء نتائج رائعة أنصحكم باستخدام حبيباتي هذه الوصفة على الأقل من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع داوموا عليها يمكنكم تطبيقها حتى للأطفال الصغر لمن يعانون من شعر خفيف أو تودون تكتيف شعرهم أو تطويل الشعر لأن الوصفة آمنة والمكونات غدائية آمنة مئة بالمئة يستحسن أيضا استخدام البيض البلدي إذا كان متوفر البيض البلدي حبيباتي رائع للشعر كما أنه أيضا يحتوي على فيتامين ها يحسن من ملمس ولمعان الشعر في وقت وجيز يحتوي أيضا على فيتامين دي بنسبة عالية جدا يقوّل بصيلات بالنسبة لهذه الوصفة فهي سوف تعمل على تقوية بصيلات الشعر من الجذور لذلك أنصحكم بتطبيقها يعني في ضرف شهر واحد بالاستمرار عليها يعني مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع ستلاحظون فرق شاسع لأن الوصفة ستعالج حتى الفروة لمن يعانوا من فروة الرأس بها جفاف أو حكة أو حتى أن هذه الوصفة تعالج خشونة الشعر وتعطي اللمعان فباستخدام هذه الوصفة حبيباتي ستعالجون جل مشاكل الشعر وصفة مضمونة وعلى ضمانتي أضمن لكم هذه الوصفة مئة بالمئة بطبيعة الحال حبيباتي لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو وكذلك لا تنسوا أن تشاركوه مع الأصدقاء والمعارف إن شاء الله سنلتقي في فيديو آخر حبيباتي ودومتم دائما في أمان الله